المقطع رقم 24 لا تكلم فيه عن موضوع بيسان وجواني ومقطع جواني كان رقم 6 فلو قسمنا هذول رقمين لحيط عنا رقم 4 واللي هم عدد أبطال قصتنا مجرد معلومة مو أكثر طبعا هذو المقطع يجيكم بعد ما نزل مقطع جواني اللي أتوقع أغلبكم شافه ولتكلم على كثير من الأمور واحد من هالأمور واللي هو ردع اليوتيوبر اللي تكلموا عليه طبعا الحمد لله أنا ما كنتم هذول اليوتيوبر اللي تكلموا عليه والشيء الثاني أو الموضوع الأهم أغلبكم أتوقع شاف المقطع اللي كانت فيه مرة عم تقول أنه هي بتقرب لبيسان تكون بيبيتها اللي هي جدتها يعني وكانت جالسة تقول أنه ابني اللي هو إسماعيل اللي هو يكون أبو بيسان مفقود وذكرة اسمه أتوقع اسمه الثلاثي ذكرته واللي هو كان مطابق تماما الاسم أبو بيسان ولكن ممكن يكون أكو تشابه يعني صح الشغلة صعبة ولكن ممكن يكون الأمر فيه تشابه الوحيد اللي رح يعرف الحقيقة واللي هو بيسان وأمها فما عرف صراحة أنه إذا رح يردون ولا رحي مثل ما شفنا بالمقطع السابق اللي نشرته أنه حيكتفون بالرد أو بهذاك الرد وصراحة موضوع أبو بيسان شوية مشكوك بأمره كثير باليوتيوب لأنه هو موضوع يجيب مشاهدات فممكن يكونوا مثلا يستغلوا هذا الإشي مشان يجيبوا مشاهدات صراحة هو شيء وصخ بس يا بس المشكلة صراحة أنه البنت أو المرة كانت عم تتكلم بحرقة يعني فعلا واضح أنه كلامها مش كلام مزح أو مش شخص بس بدي يجيب مشاهدات فلهذا صراحة أنا أشوف أنه يكون الموضوع خطأ وأكثر مما أنه يكون الموضوع عبارة عن شخص يريد يدور شهرة أما بالنسبة لموضوع الأخير واللي هو تكلم فيه على أنس صراحة بس شفت هذا المقطع كثير استغربت أنا مش عارف سيسا أنه كان فيه علاقة أو مش علاقة يعني كان فيه صداقة ما بين أنس وجواني وصراحة تفاجأت أنه أنس نقدر نقول غذر بجواني ما عارف صراحة أنك تولي رأيكم بهذا الموضوع بالكومنتات وطبعا هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى ستحطوا لك تشاركوا بالقناة عارف شوي الحلقة متأخرة بس لأنه مقطع جواني متأخرة للمشافيين ساعة بالعشرة فبس والله كانوا يجب عليكم فيه زيانا في مملكة القصص مع السلامة